هروح لي حاجة كده يعني انا شايف انها ان ده وقتها اتكلم على يوسف اوباما يوسف اوباما لعيب مهم جدا 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 في تيم الزمالك هو دائما وابدا بيتعرض لي بعض النقد او بعض الكلام اللي من شأنه يقلل من قدراته سواء في الملعب او في حاجات عقده انا هتكلم على قصة العقد دي برضو دلوقتي سريعا لان دي مهمة جدا 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 وكان في اجتماع ده بقول لكم بقى من كواليس يعني اجتماع ما بين امير مرتضى منصور مشرف العام على فريق كورت القدم وبين اوباما علشان قصة العقد دي ونقول العقد ده اللي هو عامل ارتكارية ومزعى الناس كتير ومقال لأناس كتير حفظا كلام ده باللي بتقال يا جماعة كلام يعني في الهوى لكن انا اقول لكم بالزبط التفاصيل دلوقتي حالة ولكن انا بتكلم على اوباما كلعيب زم الكاوي بيحب النادي وكابتن النادي مع شيكابالا وحازم من اقدم اللعيبة اوباما انا فاكر مرة لعب الرجل لبوشة باكرايت لحب باكرايت اوباما يا جماعة من اللعيبة الهدافة في نادي الزمالك اللعيبة مؤثر جدا سيبك انت اصلا اوباما يا كابتن مش عارف ايه اوباما ايه يا جماعة اللعيب بيمر بظروف صعبة جدا جدا في فترات كتيرة جدا انا عايز اقول لكم انه اوباما لعيب بنقوله مستتر زي طارق حامد كده مستتر يعني ايه يعني اتلاقيه مثلا ما بيظهرش غير في اللقطة دي اللقطة ردامكم دي لعيب كبير سعدوه سندوه يا كابتن جمهور الزمالك الجميل اللعيب لما بي انا مثلا في ممكن موسم كامل ملعبش ملعبش كويس لكني مؤثر في تيمي اوباما بن اللعيبة الحاجات دي يا جماعة استنادوا لستان فات عشان برضو الحاجات دي المتشاط دي يا ولاد المسلم اللي فات هتقولنا برضو المسلم ده معلش عشان برضو نفكر الناس بيه سواء اهدافه او او اسستاته اللي هي بيساعد بها زميل ده اوباما هو بتلاقيه في لقطة زي دي ما بتلاهوش بقى يلعب ده الكلام ده مثلا لطارق حامد امام عشور ده اكتر لكن اوباما لعيب مستتر بص اوباما تأثيره مهم جدا فاحنا مش عايزين نحبط الولاده ده كابتن النادي بص بقى اوباما كان فيه جلسة بينه و امير مرتضى و اوباما طلب من امير مرتضى انه هو يلغي رغبته انه يلغي ان يكون اعلى لاعب حصولا على ناتب سنوي خلي بالك خلي بالك ده كلام اوباما لين احنا لبرنامج زمال كاوي وايضا من خلال علاقاتنا بامير مرتضى منصور حبا في نادي الزمالك هو طلب من امير مرتضى قاعد معاه امير و طبعا امير له حس اداري محترم كبير جدا اكيد امير مليون في المية بصهاله ما هو امير برضو يا جماعة عايز استقرار التيم و امير مش عايز يواجه على دماغ ولا هو ولا مرتضى منصور مش عايزين يواجه على دماغ في الفرقة و لما مرتضى منصور قالك اللعيبة دي الجدد مجازيش مش عايز ايه بتاعه كلام اللي قال ده كله حايز يعمل الميزان العدالة يعيد تاني مرة تانية ميزان عدالة باللعيبة عشان ده ما ده اللي كسبنا الدولة السنة الفاتت ميزان العدالة اللي عمل اللي عمل مرتضى منصور ومجلسه الموسم الماضي هو ده اللي خلى اللعيبة كلها ساتسفايد رضيين يعني رضيين عندهم رضا نفسي من جوة قادي اوباما بتفرج على أوباما الأهداف دي يا جماعة بتحسبلوش يعني يا راجل دا لوحك كان بيجيب خمس ست سبعة تجوان في السنة كانت الجمهور الزماج بيشيلوا على الأعناق دا راجل دا بيعدي لتنشر هدف كل موسم تكلموا في ايه فاحنا هنرجع لما رجوعنا ان حصل اجتماع ما بين أمير مرتدى منصور و أوباما قال له أنا عايز ألغي البند اللي موجود ان أي اعلى ان هو يكون اعلى لعب حصوله عائلاته بالسنوي وذلك حبا للزمالك وقال ايه أوباما بقى مجرد ان انا شاعر ان البند دا اغضب البعض من جماهير الزمالك والمسؤولين انا اعدت مع امير مرتضى وطلبت منه الغاء هذا البند حبا في نادي الزمالك قادل لعيب أوباما يا جماعة من فضلكوا الكلام دا خضوه انشروه على مواقعكو انشروه في السوشال ميديا الزمالكوية كلام دا اللي حصل ما بين امير مرتضى واباما وده خاص ليه زمالكا ومن الكواليس الكواليس ومحدش هولهلكو وقال لك ان هناك لعيبة وقعوا بعدي بارقام اعلى مني في ايام اللي جاء وما استغللتش هذا البند مع ذلك انا ما استغللتش هذا البند في ان انا اعمل القصة دي وقال للامير هذا الكلام وامير طبعا صد على هذا الكلام ان امير كان شاهد على هذا الكلام في الفترة اللي رجع بيها لانه هو عنده الاوراق كلها عنده واكيد مليون في المية اوباما عنده غضادة من البند دا هو مش مستليح له عشان كده قعد مع امير وقال له يا جماعة انا مش عايزة البند دا وانا مش هستغله وما استغلتش قبل كده ومش هستغله ابدا لإيه دا بند انا شايف ان هو مقحف ويعني غضبان بعض جمالي الزمالك ومسؤولين في النادي غضبانين من هذا البند وقال لهناك وطبعا هناك بند في عقد انه في حالة تعاقد اللاعب مع اي لاعب النادي مع لاعب محلي بقيمة اعلى من القيمة الموجودة في عقد اللاعب اي مسلم واسم تعاقد يلتزم النادي بتعديل عقد اللاعب بنفس القيمة هو طبعا ما استغلوش وطلب انه هو يلغيه من امير مرتضى وطبعا دا اجتماع اخوي اخوي ابوي بقى تحس يعني سمو زم تسموه ما بين امير مرتضى منصور واباما وبالتأكيد طبعا امير كان له دور كبير جدا فيه ان امير ان اوباما يلغي هذا البند وطبعا بحييكا اوباما بحيي امير مرتضى منصور الحياة بحيي احمد مرتضى مجهود كبير جدا لهؤلاء الشباب في حب بنادي الزمالك بيشتغلوا بشكل مباق سريء يعني شكل دائم دائم وابدا مع طبعا والده المشارد مرتضى وده طبعا اكيد بيؤدي الى استقرار الفريق وبيؤدي الى هدوء في الفريق مرة اخرى نتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك ولعبته واجهزته الفنية جميعا مليون مبروك على هذه الاحتفالية النهاردة مليون مبروك لهذه الدروع لدخلت نادي الزمالك بالتأكيد كلنا فرحانين ومبسوطين وسعداء اشتركوا في القناة